السلام عليكم و مرحبا بكم مرة اخرى حبيباتي في القناة ديالي و ديالكم اللي هي قناة الهام شانال الوصفة ديالي و ان شاء الله غدي تكون وصفة مختصة بعلاج التجاعيد قسما بالله لبنات الى هاد الوصفة منها غدي تجربها غتشكريني عليها و كل ما تشكر ما غديش تكفي لانه وفعل الوصفة تستحق من كل سيدة سواء عندها السن العشرين سن الخمسين سن ستين سن تمانين سن تسعين ايضا تستطبقها وتستخدمها لانها غتشكر لها التجاعيد وخي يكونوا معت كيف مكانوا ديالي للبنات يعني وخي يكونوا كما سنقولو احنا الرفيعة الرفيعة و الكتيرة غدي تخلص منها ان شاء الله وحتى الناس اللي عندهم تجاعيد خفيفة غدي تخلص منها باذن الله كتصفي البشرة ديال الواجه كتعالج لك البقع كتعالج لك السواد كتعالج لك جميع 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 المشاكل وجميع العيوب غير جر بها على ضمانتي ان شاء الله ستنال الردة ديالك وان شاء الله ستنال الاعجاب ديالك كنا نرحب بكم بعدان كل ابنات اللي كيشوفوني اول مرة و كيكتشفوا القناة مرحبا بكم و الف مرحباي لكن انتو اول مرة تتزورونا و تتشوفونا عشنو كتسنا و غزالاتي ما تنسوش اشتراك وتنضموا لعائلتنا بالضغط على زل اشتراك الموجود اسفل فيديو ايضا تفعلكم زل جرس تخليوا لنا تساؤلاتكم اقتراحاتكم تعليقاتكم و اي حاجة حبيتو اخليوها لنا في تعليق فانا سنرحب جميع التعليقات وبخصوص الوصفة دياليوما غتكون بهذا المكون السحري كما لحظوه في صورة المصغرة الا وهو الحمص هاد الحمص هاد النعمة من عند الله سبحانه وتعالى فهو كيشد بشرة الوجه كيخليها صافية كيخليها تبان بدون بقاع بدون شوائب و بدون مشاكل نتمنى ان شاء الله تجربوا لي الحمص لعلاج هاد المشاكل هادو وترجعون نفس الفيديو في الكمنتر تقولوا لي انكم فعلا جربتوا الوصفة وهالناس اجلي لقيتوا اليها باش تزيدوا تفرحوني وتجعوني اكتر واكتر فهاد الحمص هاد غادي يغنيك على كريمات كيعملوا 600 درهم كيعملوا 700 درهم فقط تبقي لي هاد الوصفة هادي اردع لي في التعليقات فانا اكيد في انتظار تعليقاتكم كاملا مكمول اغزالاتي ونتمنى هاد الوصفة تكون خفيفة رفع لقلبكم وتجربوها وبسم الله على بركة الله غادي نمشو مع بعضنا البعض باش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفة والطريقة ديال تحضر ديالها والطريقة ديال الاستخدام والاستعمال ديالها ايضا فبخصوص المكوي الاساسي والرئيسي كما لاحطوه الثورة المصغرة الوهو الحمص بودر يعني غتاخدي معايا ان شاء الله كمية ديال الحمص اللي عادي يكون مطحون مزيان ويكون بودرة ناعم يعني يكون مطحون ومغربل تحني يجوج طحناتهم بعد تغرب ليه باشا كده يكون مسحوق بودر تمنا البنات هاد المسألة تكون واضحات ليكم وبخصوص المكونات التانوية ستحتاج هنا معي ان شاء الله الى الحليب المجفف لتبيض بشرة الوجه وتوحيد اللون ديالها والتخلص من البقع ايضا والنمش والكلف لكيكون عند بعض النساء تعانوا منه وتخلوا لي هذه المسألة دائما في التعاليك يقول لي شاركي معنا وصفا من بين الوصفات ديالك الناجحة بخصوص علاج تجعيد وعلاج البقع وعلاج النمش والكلف ايضا فستحتاجين معي الى الحليب المجفف او للحليب نيدو بودر غادي تحتاجي معي ان شاء الله الى كمية من الارز والارز حتى هو يكون مني المزيان يعني تكون بودرة دياله ناعمة مئة بالمئة وغادي تحتاجي معي ان شاء الله الى صفار بيضة الى عندك البشرة دهنية استخدمي بياض البيض عواد صفاره وإلى عندك بشرة جافة استخدمي صفار البيض لانه صفار البيض كيزيد يعطي نعومة للبشرة الجافة وكيزيد ارتبها ليك وخليها دهنية اكتر وستحتاجين معي ان شاء الله الى نصف ليمونة او لنصف حمضة لتبييد وتوحيد وتصفية لون بشرة الوجه وبالنسبة للحمض الناس اللي عندهم حساسية ممكن عدم استخدامه وتعويضه بماء ورد واخر مكون ستحتاجينه في هذه الوصفة هو العسل ومن الاحسن استخدام عسل النحل الحر الخالص مئة بالمئة وهذه هما كل العناسر اللي غادي تحتاجين ان شاء الله في هذه الوصفة هدي هما الحمص الارز سفار بيضة او بياض بيضة على حسب نوعية البشرة عسير نصف حمضة والحليب المجفف والعسل الحر ونمرو الى طريقة التحضير البسيطة والرخيصة والتي في متناول الجميع ففي إناء سأضيف كمية من الحمص سأضيف مقدار ملعقتين تقريبا وسأضيف ملعقتين من الأرز سأضيف أيضا سفار بيضة سأضيف ملعقتين من الأرز سأضيف ملعقتين من الأرز ومن بعد سأضيف عسير نصف ليمونة او لنصف حامضة سأضيف عسير نصف ليمونة او لنصف حامضة سأضيف ملعقة من العسل سأضيف ملعقة من العسل قوم بإضاف ملعقتين من العسل سأضيف ملعقتين من العسل من الأحسن استخدام العسل الحر إذ لم يتوفر ممكن استخدام عسل عادي أي عسل السكر اشتركوا في القناة اضيف ملعقة من الحليب المجفف اي الحليب نيدو اذا لم يتوفر الحليب نيدو ممكن استخدام اي نوعية من الحليب بودر او الحليب الغبراء او الحليب المجفف ممكن استخدام اي مركة على حسب البلد اللي انتم موجودين فيه وبنسبة الحليب المجفف هو كبيض و كيسفي و كيوحد بشرة الوجه و ايضا كيساعد على شد بشرة الوجه خصوصا منطقة الخدود والجبهة اللي كيكونوا عبارة عن ماسكات للبشرة الوجه كان بيكونوا شوية عاقدين فانا هنا ساوضيف كمية من الارز انتم ما اكيد الاختيار كيبقى راجع لكم واش بغيتو الوصفة تكون بقوام عاقد او لبقوام سائل اخر حاجة غنظفها هي كمية قليلة من بودرة الحمص فالحمص حبيباتي معجزة سبحان الله العظيم في علاج عدة مشاكل ومنها الشيخوخة سواء المبكرة او للشيخوخة اللي كتكون في العمر اكيد الدروري اللي خصها تكون فيه يعني لتجاعيد وتكون فيه يعني المسائل ديال الشيخوخة فاليوم ان شاء الله غادي انقهرو هاديك الشيخوخة سواء المبكرة او لا العادية مهما كانوا يعني الحدة ديالتجاعيد ومهما كانت الكمية ديالتجاعيد سواء رفيعة او لا قليلة فغادي تخلصي لي منها وغا تبيدي لي البشرة الوجه ديالك وتحصلي ان شاء الله على بشرة بيضاء كالزجاج انتمنوا ان شاء الله ستجربها في القريب العاجل وانا سأطبقها معكم ان شاء الله على اليد ديالي باش هكذا تشوفوا الطريقة ديالتطبيق فهي سهلة للغاية انتو ما حبيباتي هذا هو الشكل ديال الوصفة من بعد ما طبقتها على اليد ديالي كتخليها واحد لمدة ديال لعشرين دقيقة او لخمستاشر دقيقة البناس بعد ما غادي تطبقوها غا تحسو بالبشرة الوجه ديالكم كتجبدوا واحد شكل غير طبيعي خسكم ترولاكس وتركزوا على الوصفة المية في المية باشا كده سعطيكم النسائج مليون في المية يعني يكونوا ناج وصفة ناجحة لانو لاذا دحكتو او لاذا درتو تقدرو تسببو في فشل لالوصفة فاخصكم ترتاحو وتركزوا على الغسات ديالكم من بعد ما كتمر 15 دقيقة أو 20 دقيقة كتغسلوها وقبل ما تغسلوها كتفركوها بهالطريقة هادي اني كتبدو تفركوها عاد كتغسلوها باش احتلك انو فيكم شي هكذا دوك الحبوب دوك القشور وان شاء الله النتيجة منذ اول استخدام تمنى تشاركوها مع الناس لكي يعانو من تجاعد مع الناس لكي يعانو مشيخوخة المبكرة مع صديقاتكم حبيباتكم لكي تعمل فائدة لجميع الناس شكرا لكم على حسن تسبعكم لهذا الفيديو ولجميع الفيديوهات الموجودة في القناة ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله تعالى